كشفت مصادر مطلعة أن انفجار بلدة طير حرف جنوب الليطاني كان نتيجة عمل مدبر وأفدت المصادر للجريدة الكويتية بأن حزب الله يخزن في طير حرف صواريخ يمكن أن تحمل رؤوسا كيميائية نقلت من سوريا خلال الأشهر الستة الأخيرة وأن الحزب استعملوا تقنية إيرانية عالية في التخزين والحفاظ على السرية وأكدت الجريدة الكويتية إلى أن إسرائيل اخترقت الحراسة الإلكترونية أفجرت مستودعات ضمنها أسلحة متطورة صنعت في إيران أكشفت المصادر أن ثمت مخزن آخر قرب عليه اشتره منذ فترة أفراد في حزب الله بواسطة مقربين من النظام السوري وهو عبارة عن أرض ومخازن زراعية أتم تحويلها إلى مستودعات للصواريخ اشتركوا في القناة